عن وجود صلاح محسن ومحمد شريف في النادي الأهلي قبلهم طبعا محمود الجزارة قبلهم علي لطفي حارس المرمى كل دي مجودات بتتم داخل جدران النادي الأهلي في جنود موجودة داخل النادي بتقوم بدور مهم جدا أنا هنتكلم على لجنة الكرة هنتكلم برئاس طبعا كابتن محمود الخطيب كابتن زيزو كابتن عالى عبدالصادق طبعا كابتن سعر حفيز بطبعا مهم جدا تواجده أيضا وابداء الرأي العام في فريق الكرة طبعا عمامنا على الشاشة صلاح محسن واحد من اللعبين المميزين جدا لنادي أمبي وانتقل خلاص لنادي الأهلي في صفقة قوية جدا إن شاء الله كل توفيق لعب صغير السن 20 سنة تقريبا فبالتالي مجهود مهم جدا هو مفروض مطالب بيه عشان يسبت نفسه بشكل كبير مع نجوم النادي الأهلي موجودين حاليا سواء مروان سواء أجعيس سواء وليد أزارو وحاجات كتير جدا هو مطالب بيه ولكن إن شاء الله كل التوفيق دائما اللي بيخش جوه جدران النادي الأهلي بيتأقلم سريعا نتيجة طبعا نجوم كبيرة بتحتضنه بشكل كبير الجهاز الفني بيحتضنه بشكل كبير كل التوفيق لصلاح محسن لعيب مميز لعيب نتمنى له طبعا كل التوفيق أيضا يعني ما نتكلم محمد شريف لعب وادي دجلة وخط وسط وادي دجلة بينتقل أيضا للنادي الأهلي أربع سنين وصل عايزة أذكر حدوكم صلاح مضى خمس سنين للنادي الأهلي كل التوفيق لي إن شاء الله للنادي الأهلي كل التوفيق أربع سنوات ونص كل ده كل التوفيق لي أيضا علي لطفي محمود الجزار مدافع كهرباء الإسماعيلية كل ده مهم جدا بس أنا عايز أقول لكم بقى كلام كتير في الفترة اللي فاتت عن الانتقالات والمركات والشتوي هنا في مصر النادي الأهلي بيعمل استراتيجية بيحطها في هذه الأمور خصا الانتقالات عندنا طبعا مهندس عادل القائي طبعا حاجة ما حدش يقدر يتكلم عنها في هذه الجزئية بيبتدي يحط استراتيجيته بيحط هو محتاج إيه بيحط هو مش محتاج مين في الفترة اللي جاي ويبتدي يستفاد منهم عشان كده كتنزيزه لما تكلم قالك النادي الأهلي وصل لمرحلة التوازن ما بين الجزء الفني والمالي لما أنت بتطلع مجموعة من العيبة صالح جمعة مؤمن عماد كل اللعيبة اللي خرجوا بره النادي الأهلي وتستفاد منهم مدين عشان تقدر في وقت من الوقات تبتدي تشتغل على اللعيبة اللي أنت محتاجهم آه ممكن في بعض اللعبين ممكن يمكن أسعارهم ممكن الناس تتكلم عليها لكن هو ده السعر اللي موجود وفي الأول في الآخر أكيد إحنا ما بنحط الاستراتيجية دي بنبقى فاهمين إحنا هنجيب من ورها إيه سواء بقى فنيا أو ماليا فعشان كده بس بنحب